بص أنا دايماً أنا دايماً مراهن على جمهور النادي الأهلي والله مش كلام إعلامي ولا فكرة اللي هو إيه روح يرمي عالجمهور شوية ويقولك المتاحيون عالجمهور مش ده اللي في نيتي بس اللي بيشوف جمهور النادي الأهلي في المدرجات يعرف قد إيه بيبقى دافع قوي جداً 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 لفرقته وقد إيه عامل ضغط كبير جداً على الفريق المنافس بصوته بهتفاته بأهزيجه طول التسعين ديئة يرعب أي منافس نهارده بالمناسبة العين فريق العين وسفيان رحيمي وهنا كريزبا في المؤتمر الصحف تكلموا إنه هم واخدين على الضغط الجماهيري وبلعبوا قدام جماهير كتير بص بص يبقى ما تعرفش جمهور الاهلي جمهور الاهلي غير بالنسبة لكل المنطقة العربية غير شفت بقى جمهور العين كلهم جمهور محترم وعظيم مش بقال من الجماهير بتكلم على قوة الجمهور وحماسه وروحه وهتفاته طول التسعين ديئة كل الجماهير محترمة في العالم كله عمتاً يعني كل جمهور بيعشف ريئته بس جمهور الاهلي مختلف العين لعب قصاد جمهوره لا جمهور الاهلي مختلف العين لعب قدام الهلال جمهور الاهلي مختلف جمهور الاتحاد جمهور النصر جمهور اه 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 اي جمهور جمهور الوحدة كلهم جماهير عظيمة بس جمهور الأهلي غير وده العشن بكرة بكرة المباراة 50-50 في أرض الملعب يدي بونس للأهلي جمهوره فان شاء الله بجمهوره يفوز النادي الأهلي غدا على العين